أشهد وكيل وزارة التجارة ستار الجابري بقرار رئيس الوزراء الخاص برفع حجب الحصاد التموينية عن أصحاب الدخل المليون ونصف المليون دينار وأسرهم وشمول الدرجات الخاصة ومن يتقاضون راتبا من مليوني دينار أو أكثر فقط وكانت وزارة التجارة أعلنت المباشرة بإجراءات رفع حجب البطاقة التموينية عن أصحاب الرواتب الأقل من مليوني دينار